تعريب بشخصية أحمد بوذربا السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأشتر مصدر ومرجع المعلومات أحمد بوذربا ينتمي بوذربا إلى حظ مدينة الجزائر وتانى من الذين رحبوا بالفرنسيين ظنا منه أنهم سيخرجون البلاد من التخلف الذي كانت تعيشه في ظل الحتم الأثماني ذالت أنه ظل يعتبر الفرنسيين أمة عظيمة فتجاء في مضطراته وأستطيع القول دون التجريح في أحد بأن الأهالي الذين لم يعرفوا الفرنسيين إلا في الجزائر تداخذوا فترسي عن هذه الأمة العظيمة وتتزوج بفرنسية وأنجب منها ولده الوحيد إسماعيل وتبعا لموقفه هذا قربه الفرنسي لأنه معدوه من الحزب الموالي لهم وتانى هدفهم هو ضرب الحزب الثاني الموالي للحكم العثماني والداعي لعودته حدث تقارب بين دي بورمون وأبو ظربا الذي تحول إلى المستشار لطاعد الحملة الفرنسية فتفاوه هذا بتعينه على رأس اللجنة البلدية التي أنشاء لتسيير شؤون العاصمة وذايت لتعوي الشيخ البلاد فاستغل منصبه هذا ليعين أطاربه وأصدقائه في الوظائف الجديدة ومن ذايت تعين مصطفى أبو ظربا واتينا لأوطاف متى والمدينة وارترع عمه مصطفى أبو ظربا ليتون واتينا لأوطاف متى والمدينة وصديقي حمدان بوتيب ابن أمين الستة ليشغل وظيفة آغى العرب ونظر لموقفه من اليهود وبقية الأطراق بالجزار تاثر ضده الشتاوى فأعزله طلوزيل واستعد نشاطه في عد بارترزان لصالح الحضر إلى النفاو دوفيدو عام 1832 ميلادي إلى مارسيليا وقيل إلى باريس غير أنه لم يوقف نشاطه حيث كان له حضور أمام اللجنة الإفريقية في سنة 1833-1834 ميلادي وعند الأمير عبدالقادر في سنة 1834-1835 ميلادي من خلال وساطته بينه وبين الدين ليون وحتى في بلدية العاصمة عام 1836 ميلادي ولقد ظل الشطر الآخر من حياة بوضربا غامضا حيث لقيت جزاه نفيا واتهاما من قبل الفرنسيين بسوء الخلق والتعامر رغم اعتداله وتعلقه بفترة التعاون بين الطرفين وكانت وفاته بالمغرب ويبقى النشير إلى أن أبوضربا التحق بالأمير عبدالقادر في بعض مراحل حياته اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بايت على محمد وعلى آل محمد ما بايت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد